سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا جماعة معكم مصطفى امين من قناة الاحباب درس النهاردة ان شاء الله هو طريقة رابط الدومين اللي المفروض حضرتك اشتريته مبارح وهتربطه النهاردة احنا مبارح لو اللي ما شافش الدرس يا شباب هسيب لك رابط تحت الفيديو ليه الدرس اللي فاته ازاي تشتري دومين احترافي بواحد دولار لمدة سنة وبعد اول سنة بيتجدد بسبعة دولار مش بتلاتاشر دولار زي موقع جودة دي والمواقع التانية دي الدرس الثاني النهاردة يا شباب هو طريقة رابط الدومين ده بمدونتك ببلاجر طيب علشان ما نقطرش في الكلام نبدأ مباشرة في الشرح اولا يا شباب هسيب لك رابط تحت الفيديو مباشرة هيدخلك على الصفحة دي طبعا الاشتراع الدومين هيلاقي زي ما قلنا امبارح هيلاقي المعلومات جات له على البريد الالكتروني بتاعه في التحديثات هنا او في الاساسية هتلاقي كده جاب لك اكتر من رسالة بس في رسالة فيهم فيها اليوزر نيم والباسورت بتاعة المكان ده كده المفروض اللي انت هتدخلهم هنا وتدخل تتحكم في الدومين بتاعك وتقدر تربطه ببلاجر انا يا شباب عملت مدونة جديدة هي التست هيت بس علشان نجرب عليها ربط الدومين وهقول لك بيتربط ازاي واي مشكلة عندك حطها لي في كومنت تحت الفيديو مباشرة او في التدوينة تحت برضو الفيديو مباشرة احطي اي كومنت انا بجاوب على كل الكومنتات بازن الله مبدأين يا شباب هندخل كده طبعا المعلومات اللي هو هدها لك هتلاقي جابه لك طبعا على الايميل بتاعك هتدخل طبعا هنا كده على الرابط اللي هسيبولك اسفل الفيديو ده اللي هي لوحة بقى التحكم الخاصة ديت بعد ما تدخل على الرابط هدخلك على الصفحة دي هتكتب اليوزر نيم اللي هو ادهولك هنا كده هتلاقيه بيبدأ شرطة وبعد كده رقم وتحتها الباسورد انا عندي اليوزر نيم والباسورد اهو بالنسبة يا شباب اللي اللي بفهمشو اللغة فرنزي هنا كده انت هتلاقيها لا انت خليها علشان بس تفهم هنضغط على كلمة تمام يا شباب انا بتاعي مسلا وليكن اهو هروح مسلا اهو بتاعي يا شباب اهو هروح ضغط هنا كده نيجي برضو نجيب دي كده انجليش نضغط على كلمة اللي هي اول واحدة دي هنا كده هو بيقول لي انت عندك وطبعا الدومين هنا كده هيقول لك هينتهي امتى انا مسلا عشرين اتنين الفين وتمنتاشر يعني بعد اربع شهور كده انا شاريه وقالي تمن شهور هاجي هنا كده هضغط على كلمة هنزل تحت شوية شباب بعد ما اضغط على كلمة هنا كده طبعا هننزل تحت شوية هنضغط على اللي هي دي اول واحدة تمام كويس جدا يا شباب هنيجي هنا كده هنضغط على كلمة اللي هي هنضغط عليها هتلاقيها تالت واحدة. تمام يا شباب هنيجي هنا كده نضغط على تاني واحدة اللي هي دي. اولا ان الشباب هنيجي هنا كده هنضغط على كلمة اللي هي في اللي هي اول واحدة دي هنختار من هنا كده من هنا كده وهنروح على المدونة بتاعتنا اللي احنا عايزين نربط بيها وليكن مسلا المدونة دي هنضغط على كلمة الاعدادات. تمام يا شباب هنيجي هنا هنضغط على كلمة زائد اعداد عنوان تابع لجهة خارجية هنضغط عليها. هنا كده بيقول لي ايه هو مسلا وليكن مسلا انا هقول له مسلا www.mustafa.com مسلا وهقول له حفظ. اهو هيجيب لي يا شباب الصفحة دي كده وهيقول لي عايزين بتاعك علشان نتأكد ان انت هتاخد المعلومات ديت وتحط ها لنا في الموقع. احنا طبعا جينا هنا كده واخترنا على سينيم. اولا يا شباب هنيجي هنا كده عند ال www ديت ناخدها نسخ ونيجي هنا كده نحطها في اول حاجة هنا كده اللي هي لصق. كويس. في اللي هي الdomain name. نيجي هنا كده عند اللي تحتها يا شباب. هنروح واخدين البتاع القصادها دي كده. اللي هي كلها كده نسخ. اللي هي قصاد ال www. ناخدها نسخ. ونيجي هنا كده نروح عاملين لصق. ونضغط على الايقونة الخضرات ديت اللي هي submit. كويس جدا يا شباب. تمام كده. بعد ما تضغط على submit. هنعيد الموضوع تاني. بس ازاي بقى? ازاي? مسلا اندست على submit تعمل للصفحة. تمام? هيجيبها لك بالشكل اللي هو ده كده. اهو المفروض. هتيجي برضو هنا كده تاني تختار سينيم. وليكن مسلا هعملت ان الرفريش قدامك وهو. اهو اكيد نضغط على submit. بس انا مش هعمل كده لان انا اصلا ما معاش الدومين وربط الدومين بتاعي. هنيجي هنا كده يا شباب برضو في تاني واحدة اللي هي في المص دي. هنضغط على السينيم. وبعد كده يا شباب هنيجي هنا كده بقى احنا في الاول. الاول اللي عملنا لها سبمت اختارنا الاتنين اللي فوق لأ. المرة دي هنختار الاتنين اللي تحت. هنروح برضو دايسين كده. وبعد كده هنروح جايين هنا كده نروح عاملين لصق هنا. ونيجي على القصادها بقى اللي هي الطويلة خالص دي. هنروح عاملين لها نسخ. ونيجي هنا كده في اللي تحتها على طوله نروح عاملين لصق ونقول له سبمت. ايه اللي هيتم بعد كده بعد ما تقول له صمت هتستنى تلت دقايق بالزبط. تلت دقايق بالكتير او احسب على ساعتك كده تلت دقايق. وتعال دوس هنا حفظ. هتلاقي حفظ معاك. لو فضلت الدوس حفظ ومردش يحفظ معاك عادي. هو كده كده لسه اصلا بيتأكد الموقع ولسه الموقع بيأكتف. تمام? فاصبر تلت دقايق. انا حفظش معاك استنى دقاتين كمان. وتعال هدوس حفظ هتلاقي حفظ معاك. وهتستنى كده عشر دقايق او نصف ساعة بالكتير وهتدوس عرض المدونة هتلاقي المدونة فتحت معاك اللي هو اللي انت عايزه الدومين اللي انت عملته. تمام يا شباب اتمنى تكون الفكرة وصلت عندك. بس اجي بقى انا كده اعمل آآ وخلاص كده يا شباب انت ربط الدومين بتاعك. ومبروك عليك دومين دوت كوم بواحد دولار لأول سنة وبعد اول سنة بتجدد بسبعة دولار او بتمانية دولار بالكتير قوي. بعكس المواقع التانية اللي هي بتدي لك تقريبا بتلاتاشر دولار. ممكن تكون الفرق مش كبير بس الموقع والله احترافي وهو ده اللي انا شاري منه الدومين بتاع الاحباب بتاعي. وما اصرش معايا في اي حاجة ولو كان اصر معايا في حاجة ما كنتش هشرح الموقع ده للناس وكل حاجة ما عملها لكم عن تجربة. ده كان شرح النهاردة شباب ما تنساش لايك للفيديو سبسكرايب للقناة. واتنساش شير لاصحابك علشان يستفيدوا من الموضوع ده. استنونا ان شاء الله في الحلقة الجاية. كان معكم مصطفى امين من قناة الاحباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة